دائما نعتز ونفتخر بقطاعنا الطبي والصحي في الأردن ودائما الأردن يتميز بأطباءه دوء الكفاءة العالية والمهنية العالية وخصوصا اليوم لما نحكي عن الخدمات الطبية الملكية والجيش العربي فبسعدنا اليوم أنه نستضيف الدكتور عادل الوهادني وهو مدير مستشفى الملكة رانيا ومستشار أمراض المناعة دكتور أهلا وسهلا فيك يا أعلن وسهلا فيك شكرا إليك لتلفزيون الأردني ولهالبرنامج الطيب الله يسعدك دكتور يعني بهذه العسكرية بدنا نصبح عليك وعلى كل زملائك في مستشفى الملكة رانيا للأطفال وأكيد اليوم حابين نحكي إحنا وإياك عن موضوع اكتشاف طفرات وراثية اللي هي نقص في المناعة عند الأطفال والله شوفي خلنا أقول لك أنا أنا مبسوط كثير أنه برنامج على التلفزيون الأردني يتطرق لك الموضوع ترى الموضوع صعب وبالتالي هو شائك وشائق بنفس الوقت الآن مسؤوليتي ومسؤوليتي كأن نقدر نوصل الرسالة للمجتمع المحلي بكل طيافه بشكل دقيق وآمن قبل ما أروح أنا على الطفرات الوراثية في الآن في الإدارة الصحية سؤال مهم إذا أنت كنت مستشفى تحويلي ومستشفى الملكة رانيا للعبدالله هو المستشفى الوحيد للأطفال وهو مستشفى تحويلي السؤال اللي بيطرحه المجتمع المحلي أنت شو بتساوي قاعد شو بتعمل إذا كانت مهمتك الطب أو التطبيب الكلاسيكي فكل مستشفيات البلد قاعدة بتشتغل بنفس الطريقة المطلوب منك كمستشفى تحويلي أنك ترقى في مستوى المعالجة وتستطيع أنك تستوعب الحالات الصعبة وتضمن أن التشخيص تبعك يرتقي من المحتمل أو ممكن إلى المحتمل إلى الدقيق فبالتالي لازم تكون أنت نتيجة للتنوع والعدد الكبير من المرضى اللي بيجي لمستشفىك لازم تقدر تكون قادر على أنك توضع بروتوكولات علاجية هذه البروتوكولات العلاجية يجب أن تراعي الموارد البشرية في البلد بنفس الوقت وبنفس الوقت أنك لازم تكون أنت جزء من نظام الرقابة على الممارسة الطبية الموجودة في الهدف بجوز الهدف الثاني اللي هو التدريب والهدف الأهم اللي راح أنا أتطرق فيه لسؤالك اللي هو عملية البحث العلمي الآن بما أنك أنت مستشفى تحويلي فبالتالي يجب أن تكون قادر على إنشاء سجل وطني شو فائدة أنه يكون في سجل وطني أنا سجل وطني هو مبني على البحث العلمي فبالتالي أنا لما بدي أخاطب صاحب القرار وأقول له بدي قروش مشان أنا أسوي مشاريع المفروض يكون الخطاب من خلال البحث العلمي على أساس أنه يكتنع أنه أنا قاعد بخاطبه من خلال البحث علمي وبالتالي يغير أولوياته الآن مستشفى الملك الراني العبدالله أطفال الآن هو أسم صعب موجود في العالم هذا ليس لأني أنا مديره فأنا أحد المدرى والمسيرة بدت من أول مدير إلى الآن نحن عملنا اتفاقيات مع أكبر مؤسسات العالم أكبر مؤسسة هي هارفورد وقزاليني في إيطاليا وهوبيتال نيكير في فرنسا وعملنا اتفاقية أيضا مع مستشفى الملك فيصل التخصصي في السعودية وحديثا مع المستشفى مع جامعة فلادلفيا وجامعة الياربو الآن احنا الهدف كان أنه اعترى الفائدة يجب أنها تكون متبادلة ولا الموضوع ما بكون له فائدة الهدف بالنسبة أنه كمستشفى أنه نرفع مستوى التشخيص تبعنا زي ما حكتلك من محتمل لممكن لدقيق كويس هذا شو بفيد بفيد في شغلات كثيرة في الاستقصاء طيب أنا أعطيك أمثلة احنا عنا ثلاث جهات الآن قاعدة بتشتغل الجهة الأولى اللي هي جهة الأمراض الوراثية ويشرف عليها فريق أنا بقدر أقول وأنا مسؤول عن حكي الآن أنه احنا بمستشفى الملك الراني العبدالله من قلال الاستقصاء استطعنا نقلل بنسبة عالية جدا الحالات الوراثية المعقدة في البلد الآن في عنا فريق اسمه فريق الميتابوليك ديزيز أو الأمراض التي تنتج عن عدم قدرة الطفل على التمثيل الغذائي وتحويل الغذاء إلى أشياء مفيدة الآن الجيش اشترى جهاز بـ 350 ألف دينار بيقدر يعمل استقصاء لـ 35 مرض وراثي موجودة في هذا البلد كويس الآن إحنا بس يولد الطفل يتم تشخيصه ويتم تقديمه للعلاج اللي أشترى على فكرة مكلف جدا وبالمعروف أن القوات المسلحة الأردنية هي أكثر مؤسسة فيها البلد منفتحة على المجتمع والخدمات الطبية هي الذراع لها لما تكون القضية قضية قروش الآن ما القروش وما بين الحياة بالتالي قروش بتصف على جنبه وبسير حياة البني آدم هي المهمة فاستطاعوا أنهم كمان بنفس الوقت أنهم يخففوا من نسبة هذه الأمراض ويطلعوا في الناس الأطفال اللي كانوا يموتوا في أول سنة الآن هستا بتلاقيهم بالمدارس جينا على التخصص الذي هو نقص المناعة احنا كمان عملنا استقصاء من أول يوم عندنا الأجهزة الكافية واستطعنا أنه نعمل زراعات نقاع عظم فنسبة النجاح وصلت لمية في المية والسبب أنك أنت عم تعمل زراعة في مريض بعده ولا أي جهاز من الجسم معطل فيه الاشيء المهم كمان احنا مدام نحكي عن حالنا نحنا منفتحين على المجتمع المحلي فبالتالي يجب أن نكون منصة منصة بتنوع الحالات أول تجربة أنها داخلية كانت مع جامعة فلادلفيا واليرموك واستطعنا أن نوظف القروش اللي جابوهم بطريقة صحيحة واستطعنا أن نقوم بعمل فحوصات وراثية لعدد كبير من المرضى والاشيء الملفت للنظر أن كل الطفرات الوراثية غير مطروقة وغير مسبوقة في العالم فخارطة الأمراض الوراثية في الأردن بدأت تتشكل بشكل مختلف عن الخارطة اللي احنا بنقولها من الكتب الآن احنا كمان قبل هيك رحنا لهارفورت شوفي قديش الناس يعني لما أنت تكون نعم بتقدم شيء كويس قديش الناس بتحبك وبتشارك معك كمان لو أنت عم تعمل استقصاء كتير بيكون حلو أنه أنت عم تشوف المجتمع أيش موجود فيه هاي شيء كتير مهم طيب دكتور هلأ إذا بدنا نحكي عن نقص المناعة كله مكتسب ولا عم نحكي عن نقص المناعة الوراثي يعني أنا والله حبيت تسألي هالسؤال حتى نفرق بين الثنتين احنا معنيين في شيء اسمه نقص المناعة الخلقي الوراثي نقص المناعة المكتسب من حمد الله سبحانه وتعالى بالأطفال يكاد أن يكون منعدم للموجود وهذا فيه فروق كبير بيناتهم نقص المناعة الوراثي هو عبارة عن خلال وراثي في المادة المنظمة للخلايا المناعية وظيفة وشكلا فبطلع عنا الشكلين الشكل الأول طفل ليس عنده قدرة على محاربة الجراثيم ولا آخرية كذا فبالتالي يكون عرضة للالتهابات المتكررة والآخره ففي نوعين في نوع يتم معالجة تحفظي وهو متوفر في الأردن بشكل كبير وفي نوع اللي هو بنعمله احنا زراعة نخاء عظم واستطعنا نقوم بمئة وست حالات زراعة نخاء عظم بنسب بصلة 83% وهيها مقاربة للعالم ويشافية بعون الله وفيه احنا عنا كمان النقص المناعة بيعمل اشيء اسمه اضطراب مناعي وليس نقص بحيث ان الخلايا بتقوم بتهاجم انفسها ولا تقوم بوظيفتها لان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق نظام المناعة خلقه بصفة هيك جميلة جدا انه اقدر اميز انه هذا انا وما هاجمش حالي عرفتي كيف فبالتالي هو هذا وجدنا عنا كمان اه طبعا موجود هذا نعم حتى تم اجراء زراعات يعني بجوز لو الوقت بيسمح وكان البرنامج أوسع من هيك كان فرجناكي اشياء يعني انا اشعر بالفخر في اني اردني نعم واشعر بالفخر اني انا من الجيش يعني بلا اكيد عندي سؤال قبل لا ننتقل بموضوع الوراثة هلأ موضوع الوراثة اديش مثلا صلة القرابة هلأ مثلا ممكن يكون اب اخ عم اخ اديش ممكن يأثر بنا اذا الامور ظلت ماشي زي ما هي احنا ماشيين اعتقد خلال فترة قصيرة راح يصير في سجن وطني كل ما كانت درجة القرابة كبيرة كل ما كانت نسبة تكرار وهذا المشكلة الامراض النقص المنعية مش زي السرطانات هاي مشكلتها بشكل عام منها تتكرر بالعائلات فكل ما كانت صلة القرابة عالية فمن هنا اجت فكرة الاستقصاء انا مو قادر اوصل فكرة لا 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 زوج وزوجة انه يا عمي بكفي ولا اخري كذا فاعتقد هاي فيها الابعاد اجتماعية ودينية ولا اخري وكذا فبالتالي انا ساعدتهم بعملية الاستقصاء بس يولد الطفل بس يفحصات عنده مشكلة في منعته انا بتدخل قبل ما يصير اي مشكلة فيه وبسير نسبة النجاح عالية وهي مطروقة في العالم فهي الوراثة عامل مهم والتزاوج بين الاقارب عامل مهم وحتى بجوز اعطي مثال بعيد عن التخصص اللي هو الثلاثيميا فبجوز اكثر سبب ناجح او طريقة ناجحة انك انت تقلل من الثلاثيميا بالاردن انك تلاقي طريقة ما بين القانون والشرع والعرف كيف انا امنع الزواج ما بين الاقارب طب بتشجع دكتور هلأ يمكن احنا صار عنا فحص الزواج قبل الزواج فحص ما قبل الزواج اللي هو الثلاثيميا صح بتشجع دكتور انه يكون ايضا في فحص لنقص المناعة الوراثي يكون مطلوب ما بين الازواج والله يشوفي هو يعني هو يعني الاول شيء صعب كلفته هذا عالي جدا جدا يعني انك تقدري وليس في مستوى الكلفة المتدني لفحص الثلاثيميا فبالتالي يبقى خطوة اولى احنا كخطوة اولى رحنا باتجاه العائلات المهددة العائلات المهددة العائلات اللي تكرر فيها الحدوث وجينا على الطفل المولود واشتغلنا عليه اعتقد انه الوقت بكير ومكلف جدا حتى نقدر احنا نعمل سكرين لكل هالبوبوليشن او لكل هالمجموعة او كل سكان الاردن لانه اذا بتلاحظي انه قديش في اشي فيه بالعالم في الادارة اسمه The value of money شو قيمة المصاري اللي بتحطها فاذا كنت انا بسوي الف فحص في مجتمع مش متجانس حتى يطلع لي فحص واحد اعتقد هذا مش اقتصادي نعم اذا يعني جهودكم مشكورة والله يسلم وأكيد تحياتنا لكل الاقصام اللي يطور عمر بمستشفى الملكة رانيا العبدالله للاطفال ودائما جلالة سيدنا يعني هي راعية الطفولة نعم ودائما بتهتم بالاطفال نتمنى دائما السلام للجميع دائما نعتز باجهزتنا وقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية الطبية شكرا الىك دكتور اهلا وسهلا فيك نورتنا في هذا الصلاح شكرا انا اكتور عمرك وبارك فيك يا ستي شكرا شكرا